بسم الله السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم بإذن الله غد نتقسم معكم واحد الكيش اللي سهلين بالسف بالسف مقادر اقتصادية جدا في متناول الجميع وطريقة سهلة بدون زبدة وبدون كريم الفخاش يعني طريقة جيد سهلة كنتمنى ان شاء الله وكيجي والداد والاهم من هذا انهم كيجي والداد بالسف وكيجي العجين ديرهم كيجي مقرم شاول ديدة بالسف بالسف كنتمنى انكم تشوفوا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير فرجة ممتعة بالنسبه للعجين اللي سنستعمله عندي هنا واحد الرابعة دي التقيق 1 زلافة 1 معلقة صغيرة 1 قبض ملح 1 نصف معلقة صغيرة 1 نصف معلقة صغيرة 1 نصف معلقة 1 بيضة كاملة 1 فرماجات 1 75 مل لتخ 1 4 كاس 1 ماء 1 ماء 1 ماء 1 نصف معلقة صغيرة 1 فرماجات 1 كاملة 1 كاملة 1 فرمج نضيف رشة الملح وضيف المعالقة صغيرة لتحمر العجين نضيف زيت 75 ملل لدخو ما يعادل 4 كاس العنبة نضيف حداية حداية نضيف حداية حتى نضيفها نضيف حداية حتى ينضيف مللاتية حتى نضيف مرمل وضيفة مرملة يدخل في ذهب مرمل نضيف حداية صفة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نجمعها بحلها كيف تشاهدون نجمعها مجموعة ومطلقة شوية وفي نفس البقس لا تلصق نغطيها غير شوية فقط خمسة دقائق فتخدموا بها مباشرة لقد بدأت محصولها لقد بدأت استقبلها نغسلها لقد قمت بها بشكل تلصق وقد قمت بسطحها لقد قمت بسطع عجينة في الخدمة لقد قمت بها مجموعة وقد قمت بسطعها بكل سهولة عجين رائع تشمع 10 دقائق نضيف زيت الزيتون ملح نضيف شامبيون شامبيون كنت لا يوجد شامبيون شامبيون خاصة نضيفة شامبيون عجين لايضا حضرت 4 ملح نضيف كاس نضيف ملح ورشة الإبزار نضيف ملح نضيف ملح ملح من بعد نضيف ملح اضفت الخميرة الحلوة اضفت الخميرة اضفت الخميرة اضفت الخميرة نضيف انا عندي واحد لاستيس كنضيف واحد شوية حضر مع معلقة قريبا ندي الفلف الحمرة حلوة هاد الضور ديالها كتجيب لكيش محمرين مزيان كتجيب واحد اللون رائع هنا من بعد ما خدست هادك هادك الشكل هاد الابات دخلت كيف قلت لكم غير تشمعت ونشفت وخرجتها من الفرن سافي انا بنسبة لي كنت درت جهيز مسبق كنوجدهم بحذ لبع لا بغيت توجدوا هاد الكيش كتوجدوا الحجين كتدخلوها الفران كتشد فراصة كتكونوا موجودين لباقية كيش ومني كنت بغيت تقدموها فقد تتعمروها فقط وقد دخلوها الفران كتطيبوا حد مدة 20 دقيقة تقريبا سافي وقد خرجوها كتكون عندكم سخونة دخلتها كيف نقول لكم 20 دقيقة ودرت لأخرى درت جوج كيف نقول لكم أنا درت جوج للي كيش صغار شوية انتم ما عندكم المول لو بقيتوا تديروا في المول كبير كتديروا بعجيل كلها في المول كبير أنا بقيت نوع شوية فس عملت هاد المول صغار انتم ما قطعتها باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعة لكيش مجموعة وشا تفرازها وما كيخليها شتفزق لنا لابات يعني كيتبقى مقرمشة كتجي رائعة انتم ما وردتكم بجوج باش تشوفوا ما هي جوج قطع اللي وشت كيجي مرائعين العجين هشة وفنفس بقص مقرمشة وهديك الحشبة رغمها بساطة يعني رغمها انها بساطة واقتصادية ولكن النتيجة كتجي فنة كتجي رائعة كتشوفوا كتجي فنة بلديدة كنتم ان شاء الله انكم تعجبكم الوصفة وتجربوها دائما لعجباتكم الوصفة كيف مجد لكم ما تنسى منيش باللايك واشتراك في القناة اللي ما تشاركش معي وتفعيل الجرس هكا باش توصلوا بالجديد وضمن تكفي رعياتي الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة